اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بانتهاء الترم الطلاب 3 انواع نوع بيذاكر من اول يوم في السنة ونوع بيذاكر نص نص والنوع التالت ما ذكرش لسه النوع الاول اللي بيذاكر كويس من بداية السنة واخدها جد من اول يوم لحد النهاردة النوع ده محتاج يفصل محتاج ياخد ريس محتاج يعمل ريفرش ويغير موده وإلا هيكون تحت ريس طول السنة وممكن يتعب نفسيا في اي وقت ودماغه ممكن تفصل ويطرها تفصل امتى هو ورزقه بقى الفصلان ده هيكون امتى هيجي وقت الامتحانات ولا هيجي قبلها ولا هيجي امتى ربنا يحفظكم جميعا طيب ازاي بقى افصل واعمل ريفرش ازاي بص يا سيدي لازم توقف مذاكرة خالص طول فترة الاجازة معدى اليوم الاول واليوم الاخير في الاجازة في اليوم الاول مطلوب انك تبص بص على المنهج مادة مادة وتحدد موقفك فيها ايه وتكتب ورقة خاصة بكل مادة توضع فيها نقاط القوة ونقاط الضعف بالمادة دي ولو فيه اي قصين منت مطلوب منك تعمله عشان لما ترجع ما تكونش محتاج مجهود كبير تفتكر فيه ايه اللي كان مطلوب منك وكأنك بتبدأ من الاول لانك لما هتفصل وهتروح تتفسح وتعمل حاجات جميلة من وجهة نظرك هتنسى في الكتب حاجات كتير وعلى حسب اللي انت كاتبه في ورقة كل مادة كتير كان او قليل هتحدد انت هتبدأ اخر يوم في الاجازة ولا هتحتاج اكتر من يوم اما اليوم الاخير من الاجازة فهتبدأ فيه تبص على كل مادة من خلال الورقة اللي انت كاتبها عليها عشان تبدأ تستعد للجزء المتبقي من العام بعد ما تفتكر كل جوانب قوة وضعف المادة وترجع ساعتها لدروسك وانت في اقصى درجات نشاطك واستعدادك طيب باقي الايام بقى هافصل فيها واستمتع ازاي هتفصل تماما وهتحقق اقصى درجة من المتعة لو عملت اللي انت بتحبه اللي انت نفسك فيه اعمل اللي انت عاوزه وهو ده اللي ممكن نقول عليه اعمل الصح بتحب الرحلات اطلع رحلات كل يوم على قد ما تقدر وحسب امكانياتك جو مدينتك او براها روح اسكندرية او مطروح روح لقصر او اسوان اطلع الساحل اتفسع مع صحابك زور قريبك قابل صحابك القدام سواء بقى في نفس كريرك او في كرير تاني وخاصة الصحاب اللي ليك معاهم ذكريات جميلة بتكون سعيد جدا لما تفتكرها معاهم اقعد مع اهلك اللي انت عايش معاهم وفي نفس الوقت مش بيشوفوك مش بيتكلموا معاك بسبب ضغط المذاكرة والدروس طول السنة اتكلم معاهم اتكلم مع بابا وماما واخواتك مع تيتا وجده كله سوا اخرجه سوا استمتعه بكل جوانب الحياة سوا عشان يتحملوك وتتحملهم في الفترة اللي بتغيب عنهم روح الجم لو ليك فيه اتمشى لو بتحب المشي مع ان المشي حتى لو مش بتحبه مفيد جدا جدا استرخي نام لو جعل نوم واكيد طبعا هتكون جعل نوم بس ما تنامش كتير نام وقوم شوف انت عايز تعمل ايه استريح كده وبعدين ابدأ برنامج الفصحة والمتع بتاعك اي خروجة انت راشئ فيها ما تسيبهاش ما تفوتهاش بكده هتنسى الجزء اللي مش كويس في المذاكرة وهتغير مودك وهتستمتع بجد وهترجع مع بداية الترمي الجديد او النص التاني من السنة وانت نشيط اكتر من الاول عملت رفرش كامل عملت انت عاشة لجسمك ولدماغك ولفكرك وللموت بتاعك كأنك واخد درع الفيتامينات قوية جدا هتعينك وتأويك لنهاية السنة بالتوفيق النوع التاني هو المجموعة اللي كانت بتذكر نص نص على هواها كده تذكر وقت ما تحب وتستريح وما تذكرش وقت ما تحب وتلعب وقت استمتع وتتفسح وقت ما تحب ودي دايما هتكون حاسة بالزمد لو حاولت تفصل او تستمتع بوقتها في اجازة نص السنة لانها دايما حاسة انها مقصرة وانها المفروض تقعد تذاكر طب دي تعمل ايه تذاكر ولا تفصل وتتفسح ولا ايه بالضبط النوعية دي لازم تحط نفسها برنامج يجمع بين الحكتين المذاكرة والفصحة وده هيكون بانها بانها تقسم الاجازة الى يوم مذاكرة ويوم فصحة او تقسم كل يوم الى وقت المذاكرة ووقت الاستمتاع على حسب بقى رغبة كل واحد المهم سواء اتبعت الاسلوب ده او اتبعت الاسلوب التاني انك تلتزم به وتنفزه زي محطيته النوع التالت هو المجموعة دي لسه اصلا ما بدأتش مذاكرة وده بقى هتاخد اجازة ليه ومن ايه ما هو انت اصلا في اجازة من المذاكرة انت عملت تلعب وتتفسح ورايح وجاي اخر حاجة عندك الكتاب عملت تشوف الموبايل وتخش كل وسائل الميديا واخر حاجة عندك المذاكرة انت اصلا في اجازة النوعية دي لازم تبدأ مذاكرة حالا من ساعة ما سمحت او شفت الفيديو ده يلا روح زاكر لو سمحت طيب الناس بقى اللي في الجامعة الناس اللي عندهم مواد كل ترم منفصلة تماما ومش مكملة للترم التاني وهيجوا الترم التاني خلاص يبقوا قفلوا اللي فات وهيبدأوا مواد جديدة يعملوا ايه في الاجازة دول بقى يروحوا يتفسحوا براحتهم ويستمتعوا بوقتهم في الاجازة استمتع كامل طبعا بما يرضي الله والوالدين يروح يستمتعوا بوقتهم زي ما قلنا من شوية كل احنا قلنا يا دوب شوية بعض النمازج للمتعة والفزحة اتفسح زي ما اتفقنا بالاسلوب اللي انت بتحبه بس بشرط يكون مرتبط بالناس عشان ما تفضلش في نفس المود عشان تغير المود بتاعه بشرط ان هم يعملوا ستوب قبل نهاية الاجازة بيوم يبدأوا في اليوم ده يرتبوا نفسهم لكتير من جديد ويفكروا في كل صغيرة وكبيرة متوقعين انها تقبلهم عشان تكون البداية قوية وان شاء الله هنزل لكم فيديو مخصوص هنوضح فيه ازاي نستعد للتيرم الجديد عشان ما نتحطش في نفس الزمقة اللي بتتكرر كل تيرم انا كده خلصت بس عاوز اقول لكم ان من افضل الحاجات اللي بتحسن المود وبتساعدها التوفيق اللي كلنا محتاجينه بنفس الاحتياج للمذاكرة من اهم الحاجات دي اللي بتحسن المود وبتساعدها التوفيق دي طاعت الوالدين والتودد ليهم وصلة الارحام لانك كده بترد ربنا وبترد الوالدين وانت مش هتلاقي وقت احسن من اجازة نص السنة عشان تعمل كده فيه وتعوض حبيبك واهلك عن فقدانهم ليك طول السنة وانت مضغوط وتلاقي نفسك معاهم وتحسن مودك ويدعو لك وربنا يوفقك اخيرا ربنا يوفقكم ويسد اوقاتكم ويحفظكم من كل سوء سلام اشتركوا في القناة